أنا بقى هنا لازم بسألك سؤال نقدي اتعرضت له تمام وعاجك يعني حزنوك واحد قال لي راجل بيفكره مهم يعني هو انتو هتعملوا النجمة العشرة طيب والحداشر واللي اتناشر طيب والتلتاشر واللي اربعتاشر هتعملوا ايه اقول لي هنعمل ايه هو البرج ده يعني هيبقى قاعد بقى كده قاعد لزود له كل سنة نجمة ولا ولا انتو فكرك في ايه بص يا باش مهندس طبعا طبعا احنا فكرنا في ده اكيد والكابتن اكيد اتناقش معايا كمان في ده وقلنا هنعمل يا انا هسأل حداك سؤال هو حداك لما بتحتفل باليوبيل الفضي بيبقى كل كام سنة خمسة وعشرين طب والدها بيه خمسين مش بنحتفل بالخمسين متعايس تقول يعني ان الاحتفلها ترتبط كل عشر رقم بكل تارجت يتحط لي رمزية معينة العشرة ده رقم مميز العشرة ده رقم معروف في العالم كله انه هو رقم مميز هو ده رقم عدد البطولات ده والعشرين فقد دي بقى ليه علاقة بإدارة النادي الموجود قد يتم تطوير البرج في الخمستاشر قد يتم تطويره في العشرين احنا حققنا عشر بطولات دول على مدار عدد سنين معين هدفنا كلنا كأهلوية ان احنا حقق عشرة كمان بعد الده بعد عشر سنين احنا نخش كل بطولة عزيون احنا تمام لو ينفع 8 يبقى كوي ياريت تعالى نقول ان احنا خلال 10 سنين بإذن ربنا كرمنا وحققنا الهدف اللي بنخشله في كل بطولة أفريقيا ان احنا ناخد ساعتها بقى يتم تطوير البرج ده يتم تطوير الدزاين بتاعه لانهم يبقوا 20 نجمة يتم تطويره لشكل هرمي يتم عندك مليون فكرة وناس مفكرة غيري لو انا مش موجود يقدروا يطوروا من دول نادي ماشاء الله إذن ده مش مسألة انه بقى حيفضل بقى ونقعد نبني عليه لا طبعا ده في المناسبة بتاعته ده رمز العشر ده رمز العشر ده رمز العشر الأولى رمز العشر بطولات دول العشر الأولى عشان الناس اللي تعمل يحقق الهدف منه ننقل على رمز جديد بالزبط كده بالزبط كده لا فضفوك